السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاني النظر يحذر تعرض عدد من الشباب للغرق لولا عناية الله بعد تحذير هيئة الأرصاد من ارتفاع أمواج البحر على الشواطئ الأيام السلاسة القادمة دعا الدكتور هاني نظر الشباب والأسر المصرية بالالتزام التام بتعليمات حراس الشواطئ في حال تحذره من نزول البحر إذا ابتدت الظروف وعدم التهور نهائيا بالنزول الاستحمام حرصا على حياتهم الخاصة لافتا عبر صفحته الرسمية إلى أنه شاهد تعرض عدد من الشباب للغرق لولا عناية الله وتدخل الحراس لإنقاذهم نشرت هيئة الأرصاد الجوية صور الأقمار الصناعية حول حالة التقص على البلاد ترصد وجود نشاط للرياح الشمالية وتحسن في الإحساس بحرارة التقص على السواحد الشمالية للبلاد وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن التقص على البلاد يشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط حيث تعطي شعور أفضل بحالة تغسى خاصة على المدن الساحلية كما تعمل على رفع الأمواج لتصل إلى 2 متر على الشواطئ خلال 3 أيام قادمة ويكون زروة الارتفاع يوم الأربع المقبل إن شاء الله شكراً وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته